السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو سامدي هالنهار شاء الله نتكلموا على واحد الموضوع اللي مهم مهم بزاف كل شي يعني مربي الأرانب كيقلبوا عليه وهو كيف تسمين صغار الأرانب بسرعة الصاروخ يعني بحبوب موجودة في الصور يعني بعجالة ممكن هدروع له هاد الموضوع أن الخليط ديال هاد الحبوب هدي يعني غادي تشدوا واحد يعني بشو السوق غادي تشريوا قردية احنا كنقولوا قردية هي واحد لميكيال ميكيال كيتعملوا به الفلاحة شنو غادي تديروا غادي تشريوا قردية ديال الشعير وقردية ديال الدورة وقردية ديال النخالة غادي نوريكم الطريقة ديال الخلطة وطريقة ديال كيف الشعطي وهده هده 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 النخالة وهد الشعير وهده الدراء إذن إليكم الطريقة تابعوا معي الفيديو إذن الخلطة ديالي هي هادي يعني خلطة سحريا نكن عسابرها يعني تسمين مباشر بالنسبة للآلنب أنتما غادي نوريكم بعباس مراني دايرها دايرها في هده البرميل هاده على حسب يعني الحفاظ على هده 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 الخالط هاده شنو دلت أنتما قلما تشوفوا هده الخالط عبارة عن نخالة يعني هده الكيمية كلها على تقريبا طايحة بشي خمسمية وربعين ريالي يعني تنين وعفونا سبعة وشرين دلها يعني هادي اسمو فيها أنا أنا خلطها بيدي هاد الخلطة هدي أشفيها فيها النخالة هدي النخالة وفيها الدراء هاي وفيها الشاعير هاد الشاعير كيقولوا شاعير بيزانة يعني كين واحد الشاعير رقيق تأوهم زيالو لكن هذا كيموتوا عليه الأراني يعني كيبغيوا بزلف شعير بيزانة أقلوا معايا شعير بيزانة إذن هذا الخليط هذا هذا الكمية هذي ما سيضرب لكم لأن الكمية التي ستعطيها الأرانيب ليس لديكم ستعطيهم طاس الياغوت يعني فيها 100 جرام ستعطيهم مرة في الصباح ومرة في العشية يعني هذا 100 جرام ممكن تعطيها الأرانيب الصغار يعني طاقة اللي كتبلي فيهم والوزن يعني الناس اللي يقلبوا على التصميم هذه فرصة يعني هدية من يوتيوب وهي هدية من القناة ديالي أنا كان نعودكم دي مع الهدايا هذه هدية يعني مجربة الناس غادي يقولوا لي الطريقة كيفاش نعطيه هذه الخلطة هذه بالنسبة للصغار ممكن تعطيها لهم هاكة مش مشكلة تعطيها لهم هاكة أما بالنسبة يعني الأرانيب الأمهات نيت تولد لكم شيء شيء أنثى شدوا واحد المقدار هذه الخلطة هادي وتكبوا عليه واحد شوية ديال الماء ساخن ولكن ماشي بزاف ماشي بزاف ديال الماء غي حدو أنه يسرد واحد شوية وتعطيها لهم في الصباح الباكي كونوا متأكدين أن الأمهات ديالكم غادي يفيدوا بالحليب أولا أنه خالة غادي شدوا الصحة ديالهم غادي يسترجعوا الصحة ديالهم وغادي يكونوا يعني في حد الحالة يعني مزيانة مئة بالمئة إذا عقلوا معايا بالنسبة للتسمين ديال الصغار ممكن نعطيها لهم كناشفة ماشي مشكلة أعطيها لهم راكي تعجبهم بالنسبة للأمهات والذكور ولكن خصوصا الأمهات اللي الله ولدوا يعني في السمنة الأولى في النهار الأول الثاني الثالث شدوا هاد الكيمياء هاكا كيمياء ماشي بزاف ممكن جوج تيصان ديال يغورس وتسردوهم ماشي ستغرقوهم بالماء لا يعني خوفا من المرارة غيب جهد الماء يعني احنا كنقوله يتبر بشو واحد شوية بالماء الساخن طيب تخليه شوية يبرد غير بما شوية يبرد هكا أو تعطيهم مياكلوه كونوا متأكدين أنها خلطة رائعة رائعة بزاف كعا هنا هذه خلطة مجرابة من سنين وانا كانت تستعملها وخصا نديرها الآرين بالبلدية البلدية كانت تستخلهم أكثر من الرومية ولكن الرومية جررتها معهم والكروازية كذلك نفس النتيجة نتيجة يعني مرضية للغاية كين الناس اللي قد يقولون يا الأتمينة الأتمينة كيفاش يعني هاد القرضية شح الكتدير بالنسبة للشاعير شاعير بيزانة وبالنسبة للنخالة وبالنسبة الدورة وها الدورة هادي را كتكون يعني مدكدقة يعني احنا كنقولوا ماشي دورة دورة نيشان لا كنقولها مبرشة يعني كتباع هكك ماشي انتنو مكتش الدورة تحنوها لا كتباع موجودة هكك اذا بالنسبة للأتمينة الشاعير يدير 12 درهم سجلوا معايا باش يلمش توسصوا سعرفوا رأسكم اش كتديروا اذا الدورة كتدير 12 درهم الشاعير كي دير هاي قرضية رافية واحد كمية كبيرة أنا نقولوا متشلوش بالكيلو اللي لاشيتوا بالكيلو را كاتح عليكم غالي ديروا قردية كابتاح شوية رخيصة ترخيصها كثيرا إذا القردية الشعير 11 درهم القردية 12 درهم القردية النخالة ترخيصها 6 درهم و نصف 6 درهم و نصف إذا هذه الخليط كله تشدوه و تكبوه في البانيو و تخلطوه بي تديكهم و تقوه و تستعملوه تعطيه الصغار ديالكم كنوا متأكدين أن راه تسمين بسرعة الساروخ لم أكن تيقش أن نعطيهم هذه الخلطة يوم عني يوم كان نحس بيهم كي يكبروا عندي الحمد لله كان نشوفهم من الناس القدامة و كان نجرب الراسي المهم مني كان نجرب هذه الخلطة كان نحاول أنني نشرها مع العائلة اللي هما نتومة بدون نفاق كان أعتبركم العائلة و كان نتمنى لكم الخير ديروا هذه الخلطة مرحبا بالتعاليق طيبة ديالكم نشكركم بزاف التعاليق طيبة ديالكم الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناة غادية بالدعم ديالكم كان نشكركم بزاف لا تنسونا بزر جيم وتكيلوا لزر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله اشتركوا في القناة